فكر الملك نور الدين في عمل شيء يزيده قدراً وشهرةً بين العباد والبلاد ويخلد ذكراه بعد الممات مولاي الملك تعال يا وزيري لقد قررت أن أبني مسجداً كبيراً باسمي ما شاء الله من بنى لله مسجداً في الدنيا بنى الله له قصراً في الجنة أريده أكبر مسجد في المدينة بل في المملكة كلها بالطبع يا مولاي مسجد ملك البلاد لابد أن يكون أكبر مسجد في البلاد أريده ضخماً وفخماً ومبهراً ويكون حديث الناس حتى يبنى وبعد البناء سنأتي له بأكبر المصممين والبنائين إن شاء الله ومواد البناء أريدها أفضل مواد حتى لو أتينا بها من بلاد أخرى والزخارف والأعمدة والحوائط المزركشة والقبلة والقبة أريد كل ذلك على أفخم طراز في كل شيء اطمئن يا مولاي سنبدأ العمل عليه من الآن ومن الآن أيضاً يبدأ العمل في تصميم اللوحة التي ستعلق عليه ضع اسمي على اللوحة حفراً على الرخام ليعرف الناس أنه مسجد الملك نور الدين بارك الله فيك يا مولاي وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله المهم أن لا يساهم أي شخص في كلفة هذا المسجد أريد أن يكون لي وحدي شرف الإنفاق عليه من أوله لآخره حتى يكون لي وحدي كل الخير والجزاء سمعاً وطاعة يا مولاي وبدأ العمل في بناء مسجد الملك نور الدين كان مسجداً كبيراً كما أمر ملك البلاد وأصبح بالفعل حديث الناس في كل مكان أشرف الملك بنفسه على بنائه وتابع مراحل تنفيذه وأنفق عليه مالاً كثيراً حتى يكون جديراً بحمل اسمه وتخليده عبر الزمان مبارك علينا مسجدنا يا مولاي الملك كم أنا سعيد الآن ها هو الحلم تحقق وفي أقل من عامين يا مولاي متى سيفتح المسجد للصلاة؟ الجمعة القادمة إن شاء الله وبالطبع سيشرفنا مولاي بالحضور نعم لقد دعوت عدداً كبيراً من الملوك والصلاطين والأمراء ليحضروا حفل الافتتاح سيكون حفلاً تاريخياً بإذن الله هل انتهيتم من اللوحة التي ستعلق على الباب الرئيسي للمسجد؟ نعم يا مولاي لوحة كبيرة تلائم حجم المسجد وبها اسم جلالتك حفظك الله رأى الملك بعينه لوحته الضخمة التي تحمل اسمه وهي تعلق على باب مسجده الكبير وعاد سعيداً إلى قصره منتشياً بتحقيق حلمه نام هانئاً في هذه الليلة ولكنه رأى مناماً أفزعه وسرق منه فرحته ببناء مسجده وتكرر المنام لثلاثة ليالي لا 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 مولاي نفس الكابوس يا رقية تفضل يا زوجي العزيز أصبحت أخشى النوم حتى لا أرى هذا الكابوس المسجد الذي تعبت في بنائه يأتي اثنان من الملائكة ينزعان من عليه اللوحة التي بها اسمي ويضعان لوحة أخرى عليها اسم امرأة ها؟ وما اسم هذه المرأة؟ لم أستطع أن أحدده في كل مرة وهل سألت الوزير إذا كان أحد قد تجرأ ونزع اسمك من على المسجد؟ سألته وأكد لي أن اسمي ما زال هناك أنصح مولاي أن يستشير واحداً من مفسر الأحلام كي يوضح لنا ما هو المغزى من هذا الحلم الذي يتكرر نعم حتى إذا كان هناك خطر علي أستطيع أن أستعد له وأتحاشى جئتك يا مولاي بأكبر وأشهر مفسر للأحلام هل لديك تفسير للحلم الذي حكى لك عنه وزيري؟ أصارحك يا مولاي بأنه حلم غريب ليس له شبيه ولا مثيل ولكني أسأل مولاي واثق أن اللوحة البديلة تكون دائماً في كل حلم بنفس الاسم؟ نعم نفس الاسم ولكني لا أستطيع قراءته أو ربما أقرأه في الحلم وأقوم من النوم لا أتذكره وهل مولاي واثق من أنه اسم امرأة؟ نعم كيف وجلالتك؟ لا تستطيع قراءته في الحلم؟ لأني أسمع أصواتاً تقول ضع اسم المرأة على المسجد ما كان اسمي هذا الملك؟ أصوات من هذه يا مولاي؟ أعتقد أنها أصوات الملكين الذين ينزعان لوحتي من على المسجد أيها المفسر ماذا تقول في هذا الحلم العجيب؟ وكيف تفسره؟ والله يا مولاي ما أراها إلا أضغاف أحلام وأرجو من مولاي ألا يهتم أو يغتم بها أبداً لا بأس عليك يا حبيبي لا بد أن نجد حلاً يخلصك من هذا الكبوس الذي لا ينقطع هذه الليلة قرأته بوضوح لأول مرة يا رقية ما هو؟ اسم المرأة المكتوب في اللوحة التي يضعونها مكان لوحتي ما اسمها؟ أم الخير أم الخير؟ وهل يعرف مولاي امرأة بهذا الاسم؟ أبداً لا أذكر امرأة بهذا الاسم إذن اجعل وزيرك يا مولاي يبحث عنها في كل مكان حتى يأتيك بها وتعرف جلالتك ما هو السر الذي وراءها أخيراً يا مولاي أخيراً وجدناها بعد بحث دام عشرة أيام وجدت أم الخير؟ نعم يا مولاي من هي؟ عجوز فقيرة تبيع الجبن في سوق المدينة وتعاني أمراضاً كثيرة لا لا أعتقد أنها هي التي يوضع اسمها مكان اسمي على المسجد والله يا مولاي ما وجدنا في المدينة كلها امرأة غيرها بهذا الاسم إذن أريد أن أراها أدخلوا المرأة أنت أم الخير؟ نعم يا مولاي بماذا شاركت في بناء مسجدي حتى يوضع اسمك مكان اسمي؟ العفو يا مولاي أنا كما تراني عجوز فقيرة ومريضة ولا أقوى على فعل شيء إذا صدقتني القول فلن أعاقبك والله يا مولاي لم أشارك بأي شيء ولا أملك حتى قوت يومي حتى أساهم في تكلفة المسجد إلا أني ها إلا أنك ماذا؟ منذ شهر تقريباً كنت أمر بجوار المسجد ووجدت حماراً من الحمير التي ينقلون عليها الأخشاب المستخدمة في البناء حمار؟ ولماذا لفت نظرك هذا الحمار تحديداً؟ كان في غاية العطش ويحاول أن يشرب من وعاء الماء القريب منه ولكنه لم يستطع الوصول إليه وماذا فعلت؟ ماشيت إليه وقربت منه وعاء الماء حتى شرب منه وارتوى تماماً وماذا بعد؟ لا شيء تركت المكان وأنا سعيدة لأن الحمار قد ارتوى فقط؟ هذا كل ما فعلته؟ نعم يا مولاي فأنا أصلاً لا أقدر على فعل أكثر من هذا لم تفعل شيئاً سوى أنها سقت الحمار؟ إنها حتى لم تسقي هي فقط قربت وعاء الماء منها أليهذا يضع الملكان اسمها بدلاً من اسم جلالتك؟ هذا هو السؤال الذي ظللت أبحث له عن إجابة حتى وجدتها أخيراً ماذا تقصد يا مولاي؟ لقد بنيت المسجد من أجل أن يخلد اسمي ويزيدني شهرة بين الناس أما المرأة فسعدت الحمار على الشرب لتقصد بهذا إلا وجه الله لذلك تقبل الله منها عملها رغم بساطته ورد علي عملي رغم ضخامته ورغم كل ما أنفقته فيه من وقت وجهد ومال الإخلاص لله نعم يا رقية هذه العجوز علمتني أن كل أعمالي يجب أن تكون خالصة لوجه الله بعيدة عن الرياء والمباهة وماذا أنت فاعل للآن يا مولاي؟ لقد أمرت الوزير أن يرفع اسمي عن المسجد ويضع مكانه اسمها من اليوم سيصبح اسمه مسجد أم الخير